نداء الله للاستسقاء طلبا للغاية سنة مسنونة مؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم حرص الجزائريون اليوم عبر كافة مساجد الجمهورية على الاقتداء بها وتأذيتها في تمام التاسعة صباحا وهو الوقت الذي حددته وزارة الشؤون الدينية توافدت الجموع من كل حب وصوب لتدرع إلى الله عز وجل ومناجاته بغيط مغيط نافع لا ضر فيها بعد قحط وجذب أصب الأرض وهي صلاة تعكس مدى انغماس المسلمين في دينهم الذي يحاكي حياتهم اليومية كونه منهج حياة لدين عبادة فقط نرى نجينا اليوم صلينا صلاة الاستسقاء إن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافع اللي ما يدرش ويحفظ الوطن تعنا فعندما نصل لهذه الصلاة نظهر فيها خشوعنا وتضرعنا إلى الله وحاجتنا إليه سبحانه وتعالى جينا نصله إن شاء الله صلاة الاستسقاء لعل الله يستجيب إن شاء الله الدعاء تعنا ويستجيب صلاة تعنا فربي وفقنا أننا صلينا هذه الصلاة إن شاء الله ربي نزلنا علينا الغيت بعد تأذية الصلاة توحدت الخطبة على أسباب إنحباس المطر وحط المسلمين على تقليب حال القلوب والتآخي ومقلب الرداء من اليمين إلى اليسار في الخطبة إلى تفاؤل بتقلب الحال حاولنا أن نبين بأن هذا الجفاف وتأخر نزول الأمطار ليس أمرا حدث هكذا اتفاقا وصدفة وإنما حدث بسبب تصرفات البشر حاولنا أن نرسخ في النفوس بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تعددت صور تدرع طلب الغيت في وجوه الناس والرجاء واحد نزول الغيت والله على كل شيء قدير